ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من أربيل سيد أحمد السلماني عضو مجلس النواب مرحبا بك سيد أحمد على ما يبدو أن هذه الخلافات السياسية كانت مفيدة نوعا ما وأولى تلك الفوائد الملفات الفساد الإداري والمالي التي بدأت تطفو على السطح وإضافة إلى ذلك الملف الذي كان يشغل بال الكثير من العوائل التي اختطفت أبناؤهم عام 2003 والكشف عن مصيرهم بذلك لماذا فتحت هذه الملفات بظل الصراع بين أربيل وبغداد نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم ولقناتكم الكريمة وللمشاهدين الكرام بالنسبة لهذا الملف المختطفين هو فعلا ملف قديم منذ 2003 وإلى يومنا هذا ولكن ما تابعته أنا شخصيا في هذه الدورة الحالية هو ملف مختطفي الرزازة والصقلاوية وغيرها من المناطق الأخرى في شمال بابل وفي صلاح الدين وفي حزام بغداد اليوم حقيقة تشكلت لجنة لمتابعة ملف المختطفين والمغيبين منذ 2003 وإلى يومنا هذا ومختطفي الرزازة والمناطق الأخرى اللجنة جلست مرة واحدة وصلتنا حقيقة يعني بعض الإشارات وبعض الأدلة عن وجود أمكنة المختطفين والأماكن التي يتواجدون فيها في منطقة جرف الصخر وفي مناطق أخرى وجود حقول دواجن قديمة ومدارس قديمة في هذه المناطق أصبحت سجون سرية لهؤلاء المختطفين والمعتقلين هذا يعني للأسف الملف لم يحظى بالرعاية الحقيقية من الحكومة العراقية لكل الحكومات المتتالية من 2003 ومن 2003 وإلى يومنا هذا هذا ملف إنساني يجب أن يكون فوق الصراعات السياسية هذا الملف يجب أن يحل اليوم لدينا بالإحصائيات المتوفرة لدينا لكن هذا الملف الآن يستخدم في هذه الصراعات السياسية فتح الملف الآن بسبب الأزمة بين بغداد وأربيل من له مصلحة في فتح الملف الآن ولماذا في هذا التوقيت من المستفيد الأكبر يعني لماذا دائما تستخدم هذه الظروف الإنسانية ومصير المختطفين في تصفيات حسابات سياسية يعني للأسف الشديد دائما المواطن هو الذي يكون الضحية بين صراعات السياسيين الحاصلة منذ 2003 وإلى يومنا هذا كان الأجدر بالسياسيين المختلفين إبعاد الناس الأبرياء عن صراعاتهم السياسية اليوم نحن حقيقة لا نريد أن نسمي طرف معين كل الأطراف التي شاركت بالعملية السياسية منذ 2003 وإلى يومنا هذا كل له نصيب من الموجود الآن ومن الآثار المترتبة اليوم سواء في مسألة النازحين أو الآثار المترتبة على المسائل الأخرى اليوم نحتاج إلى حل اليوم نحتاج إلى الكشف عن مصير هؤلاء نحتاج إلى إخراجهم وإلى إخبار ذويهم أين أصبح مصير هؤلاء المختطفين والمغيبين منذ 2003 وإلى يومنا هذا هناك اليوم جهات معينة لديها أكثر من 3000 مختطف لدينا شهود وأدلة أن هذه الجهات هي التي أخذت المختطفين ولدينا أيضا أدلة عن أماكن تواجدهم وأخبرنا السيد رئيس الوزراء عن أماكن التواجد وقدمنا له ملف كامل بالأسماء والأمكن المتواجدين فيها ولكن حقيقة نستغرب عدم التحرك لحد هذه اللحظة مع أننا قدمنا كل التسهيلات التي من المفترض أن الحكومة تقوم فيها وليس النواب أو أعضاء مجالس المحافظات هذه مسؤولية الحكومة المركزية هي التي تفرض الأمن وهي التي توفر الأمن للجميع وهي التي تهتم بملف حقوق الإنسان والمختطفين في كل بقاع العراق سيد أحمد أيضا هناك مشكلة أخرى جديدة تواجه أو تعمق الأزمة بين بغدادة وأربيل هي مشكلة الموازنة وتخفيض حصة كردستان في موازنة عام 2018 يعني برأيك هذه المشكلة وفي ظل مطالبة كردستان بتشكيل لجنة وإرسالها إلى بغداد للنقاش حول هذا الموضوع ألا تعمق وتزيد من الأزمة؟ لماذا الآن يصر البرلمان على تخفيض حصة الأقليم من الموازنة بدل أن يحاول أن يجد بابا للحوار ودون شروط كما يتحدث كل الأطراف هي عملية ليل الذراع دعيني أولا أن أركز على نقطة معينة وهي أن الموقف الكردي هو الآن ليس كما في البداية في سنة 2003 وما بعدها من سنوات اليوم الموقف الكردي حقيقة منقسم خلافا للسنوات السابقة بالتالي يجب أولا توحيد الموقف الكردي ويتفق على مسألة ورقم معين ثم بعد ذلك يأتوا ويفاوضوا في بغداد أما اليوم حقيقة زملائنا من النواب الكرد حقيقة اليوم هم مختلفين فيما بينهم كل له رأي خاص بالتالي عليهم أن يتفقوا أولا ويأتوا متفقين البرلمان العراقي المركزي لكن الكتل النيابية تقدمت إلى حكومة الأقليم بهذا الطلب لتشكيل لجنة أنت تقول أنهم حتى على موضوع الحصة من الموازنة غير متفقين نعم اليوم الحزب الديمقراطي إلى الآن لم يحضر جلسات البرلمان فكيف يأتي ويناقش الموازنة؟ هذه المسألة تحتاج إلى اتفاق داخلي بين الأخوة الكرد لكي يأتوا متفقين ويناقشوا رقم الموازنة الذي كانوا يضعوه في الموازنات السابقة ماذا عن موقف أيضا الحكومة العراقية؟ نحن لا نتحدث فقط عن انقسامات بين الكرد هناك مطالبة من مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هو يطالب الإقليم بتسليم إيرادات الإقليم المالية كل الإيرادات إلى الحكومة المركزية بهذه الحالة إذن هي مرة أخرى محاولة لكسر العظم محاولة أخرى للضغط على أربيل الجميع يبحث عن الطريق للخروج من هذه الأزمة وفتح باب الحوار دون عملية كسر العظم بالواقع إذا استبعدنا وهو المستبعد إن شاء الله الحل العسكري فكل الطروحات الأخرى هي قابلة للنقاش سواء ما قاله رئيس الحكومة ومستشاره الاقتصادي أو ما يقوله الأخوة الكرد اليوم حقيقة الحوار يجب أن يكونه الطاق على المشهر كل شيء قابل للنقاش إلا موضوع إلغاء نتائج الاستفتاء هي النقطة الوحيدة التي تصر عليها بغداد ومتمسكة بها بالحوار كل شيء قابل للحل حتى قضية الاستفتاء ونتائج الاستفتاء إذا ترتب عليها ضرر كبير للشعب الكردي ولأخوتنا في الإقليم فكل شيء قابل للنقاش هذه المسائل تحل على طاولة الحوار لا تحل بالتصريحات الإعلامية اليوم حقيقة ما نطلبه من أخوتنا الكرد أن يأتوا موحدين إلى البرلمان العراقي ونناقش معهم كل هذه المسائل وبالتالي أيضا المسائل الإنسانية في إقليم كردستان ما يتعلق بالرواتب سواء راتب البيشمرقة أو راتب المواطنين نحن كل ذلك نقف معه بكل قوة وقلناه سابقا المواطن يجب أن يبعد عن الصراعات السياسية نعم شكرا لك سيد أحمد السلماني عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من أربيل